انا حزين جداً لأن اليوم أصبحنا على خبر حزين جداً لرحيل المجاهد عبد الرحمن اليوسف عندما يسأل المرأة عن تعريف للقهر فالقهر هو ليس أن تعيش حادة مؤلماً وإنما أن تنقطع بك السبل لكي تقوم بالواجب فهل يكفي النعي؟ فهل يكفي العزاء؟ أو تبادل تعازي؟ هل يكفي الحداد؟ ونحن في لحظة مركبة أو ما يسمى بالقهر المزدوج فكيف سنحضر جنازة جنازة رجل ليس بمعنى ذكر جنازة رجل بمعنى الكلمة رجل رحل عنا وكنا نتوقع رحيله لأن منذ عقد من الزمن وهو يداري ويقاوم ويصمد من أجل أن يرتب لنفسه نهاية شريفة وقد استطاع رغم الاختلاف في الرؤية والمقاربة فأعتقد بأن كل التوجسات التي كانت ترافقنا في علاقتنا بالمرحوم سعد رحمن ليوسفي كل توجسات مرتبطة بالحفاظ أو كما يسميه إنقاذ ما يمكن إنقاذه فالخطأ لم يمس المبدأ والأخطاء تتعلق إن كان لها محل بعد التقييم وتقويم تتعلق بالممارسة بالمقاربة إذن الخطأ إن كان له محل فعلى الأقل لم يمس بالمبدأ ظل مناضلا ظل معارضا ظل مختلفا ظل مستقلا وهذا وعزاؤنا الوحيد أعود إلى القهر كيف لنا أن نقول مثل هذا الكلام ونحن نقف على الوداع الأخير ونحن نودعه إلى متوى الأخير كيف لنا والحالة نحن كما قلت في قهر مركب رحيل حزين وحجر إذ تراري هذا هو القهر هذا هو القهر إذن عزائي إلى كل الأجيال السياسية والحقوقية والتقافية وإلى أحفاد مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية التحريرية والديمقراطية من مقاومة وجيش تحرير وحركة سياسية وطنية وحركة ديمقراطية وحركات حقوقية وطنيا وذوليا إذن نقدم أحر التعازي وأصدق المواساة إلى أصدقائه وحماة فكره والمدافعين عن مقاربته وأيضا إلى كافة الوطنين والشرفاء أرحل عنا ولم يشاور وصاحب المبادرات المفاجئة دائما وكل ما يهمنا ونحن ضحية حزن عظيم عشناه منذ سنوات الرصاص رحالة وفي قلبه غصة لم يساهم كما لم يسعفه الجو العام والضرفية أو الضرفيات أو السياق لكي يكون الحقيقة كاملة لأسباب يعرفها وهذه تقافة تطوق جميع الشرفاء والوطنيين دائما يحتفظون بأسرار وكأنهم يؤجلونها إلى زمن اجتماعي وسياسي آخر لكن الموت تفاجئ فيرحلون دون أن يعطو ولو بعض الخيوط من الحقيقة الوطنية رحل وفي قلبه غصة كما رحل عديد من الشهداء والمجهول المصير ولم نعرف عنهم أي شيء فنفس الغصة ظلت وستتظل في قلوبنا جميعا وقلوب الأمهات وقلوب الأباء وقلوب الأصدقاء والعائلات المناضلة وغيرها من من أنصارهم وغيرهم من أنصارهم تنسعد الرحمن وكأنه يموت في المنفع هذا مصير كل مجاهد كل جندي قرر أن ينخرط في معركة التحرير الوطني والحركة الديمقراطية أرحل ومعه غصة وأسرار ودورنا أن نعذل من أجل استكمال استجلاء كل حقائق حقيقة الوطنية والحقيقة القضائية وهذا ليس بعزيز على كل من يعتبر أنه لا مصالحة بدون حقيقة والمصالحة مسلسل كما الحقيقة مسلسل رحمك الله أيها المجاهد عبد الرحمن يوسفي ونحن نودعك دون أن نحضر مراسيم وداعك الأخير حزاؤنا واحد وكل تعازية الصادقة ومواساة الخالصة إلى كل من له أعلاق به وبالوطنية وبالشرف والنضال والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر